دي اناي مساء الخير الخبر الأهم اليوم ولأسابيع وربما لأشهر مقبلي هو التطور الأخير مبارح بواشنطن فعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصنف الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأمريكية الحرس الثوري الإيراني تعتبرته واشنطن منظمة إرهابية طبعا هيك تطور لا يمكن أن يمر من دون رد إيراني مزلزل طهران سارعت إلى الرد المجلس الأعلى للأمن القوم الإيراني مشاهدين صنف نظام الولايات المتحدة حكومة داعمة للإرهاب وقال أن القيادة المركزية الأمريكية وكل القوات المرتبطة بها هي منظمات إرهابية أفرد الإيراني كان سريعا اتصنف مجلس الأمن القومي القوات الأمريكية في منطقة غرب آسيا على لوائح الإرهاب الإيرانية لحظة خيب بس ما أنتم صنفين أمريكا شيطان أكبر تصنيفه اليوم كنظام إرهابي هذا تخفيف مش تصعيد يعني واحد بنزل شخص من شيطان لنظام إرهابي ليه مروقين بالكنا القد بعدين يعني ما فهمت أنا يعني شو التبعات لهذا الرد المزلزل ممنوع ترامب يشتري سجاد عجمة ممنوع يأكل فستق يوم الأحد بتتجمد حساباته بالصناديق الاستثمارية بوال ستريت طهران شو منيح يعني منيح ما طلع شي مسؤول إيراني قال والكلام بيرجع لأصحابه أصلا ممن شو يعني رد مزلزل وإيران ردت بالمثل بعدين ليه هلقدم عصبين عشو زعلانين عشو مشغول بالكم بعد العقوبات أكثر من مرة كان هناك تواصل من قبل القوات الأمريكية مع قيادات بالحرص فيه أكثر من منطقة على أكثر من مكان على امتداد جغرافيا المنطقة وبالتالي عندما يصدر هذا القرار كيف سيكون هناك تنصيق بين القواتين القوات الأمريكية وقوات الحرص الثوري أبو السوس السكبيري هايدي كيف بدوا ينسقوا مع بعض الشباب طلعوا هلأ الإيرانيين مع البنتاجون ضد البيت الأبيض أنه البيت الأبيض أحمق عمل قرار رح يفوت تنسيق البنتاجون مع الجعفري والسليماني بالحات حبيبي مع أساس شيطان وعدو صرتوا هلأ أتلنين هم التنسيق وأنه البنتاجون منيخ والبيت الأبيض عاطل تنسيق بين الجيش الأمريكي والحرص الثوري أكيد مش هذا الموضوع في شيء تاني يشغل بالإيرانيين إيران محذرت من التدعيات الخطيرة لهذا القرار الأمريكي على استقرار المنطقة تصنيف الحرص الثوري الإسلامي الإيراني بالإرهابي يطرح تساؤلات عدة عن مستقبل الاستقرار في المنطقة أيها والمنطقة مثل ما بتعرفه هلأ تنعم يعني باستقرار غير مسبوء يعني واحد بيكون ماشي بالشارع بيغفقد ما في استقرار بينام منتجع استقرار بسبب إيران فهلأ إذا لا صمح الله إيران دقتها شوكي بتبطل مركزي على الاستقرار لا تغامر بالاستقرار يسير قاسم سليماني في هذه الصور في الجبهات القتالية الأمامية في مدينة حلب في العراق قاد سليماني بحسب وكالات إيرانية المعارك في منطقة جرف الصخر شمال بابل ثم مدينة آمرلي بمحافظة صلاح الدين ومعركة الفلوشة يشرف سليماني على ميليشيات الحجدة في المحور الغربي للموصل هذه المنطقة بمخيلة إيران بسبب أدوار قاسم سليماني والحرس الثورة الاستقرارية بينما هي هيك بالواقع يسير قاسم سليماني في هذه الصور في الجبهات القتالية الأمامية في مدينة حلب في العراق قاد سليماني بحسب وكالات إيرانية المعارك في منطقة جرف الصخر شمال بابل ثم مدينة آمرلي بمحافظة صلاح الدين ومعركة الفلوشة يشرف سليماني على ميليشيات الحجدة في المحور الغربي للموصل هذا الاستقرار اللي إيران خايف عليه بسبب وضع الحرس الثوري على واقح الإرهاب لا شو شغلي بعدين ليك سؤال الاستقرار بالمنطقة رح يهتز لوحده أو في حدا بيهزه يعني هو بفيق الصبح بيقرأ الجرائد وفي حدا اسمه الاستقرار بفيق بيقرأ الصحف بيلاقي بومبيو عامل ببلش يهز أو في حدا بيهزه على الاستقرار أكيد في حدا والحده مفروض أنه هو الدول دولة أطلس أطلس الدول الحالية في الإيران إيران الدولي مهم بالمنطقة في عشرات الدول التي لن تسكت على الإمبريالية الأمريكية الناطق العسكري مشاهدين باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني أكد أن المقاومة العراقية ستكون كتفا إلى كتف مع الحرس الثوري الإيراني في مواجهة أي مستجدات في المنطقة ما تتخذ من إجراءات ضد الحرس الثوري هي تشمل المقاومة العراقية باعتبار أن المقاومة العراقية هي جزء يرتبط بالحرس الثوري الإيراني دعما وتسليحا وإرضا إشرافا المقاومة العراقية اللي هي جزء من الحرس الثوري حبيبي إذا في سبب لتصنيف الحرس الثوري كمنظم إرهبي فهو بسبب ناس مثل جنابك يعني أنت اليوم مفروض لمصلحة إيران تغيب عن السمع مش تقعد تأكد اللي قاله بومبيو لازم تقعد ببيتك تسكر طف تليفونك ما تحكي مع مرتك حتى ما أمان؟ شي حكومة تحكي؟ مقاومة العراقية حكومة حكومة ما في حكومة ما في حكومة دولة بهالأطلس الدول المتحالفة مع إيران توقف مع إيران بوجه الغطرس الأمريكي حكومة واحدة في هذا العالم؟ أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن سوريا تدين بشدة قرار الإدارة الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني وقال المصدر إن الإجراء الأمريكي هو وسام شرف واعتراف بالدور الريادي للحرس الثوري الإيراني يا حبيبي يا مصدر يا حبيبي وطبعا مين أكتر من سوريا بيعرف الدور الريادي للحرس الثوري؟ مين أكتر من حمص وحلب وحمى بتعرف الدور الريادي للحرس الثوري؟ لايك الريادية؟ ورش إنماء وأعمار ورش ورش نهضة عمرانية بقيادة الحرس حامل مصرة وحطت ألم وردين تو وماشي بيبرم من ميلي إلى ميلي بيرسم بخط خيط كذا بعدين نهضة سقفية أنتوا أيضا مفكرين ودمار؟ لا يا حبيبي هذا تنقيب عن الآثار بباطن الأرض جرف سوريا باعتبار بده يشوف يعني آثار بلاد ما بين النهرين جرفها بحث عن آثار الحقيقة الدور الريادي للحرس الثوري مثل ما إجاب البيانة السوري واضح وأوضح ما يكون بسوريا عن جد الواحد بيزعل أنه دولة كتكوتي حبوبة مثل إيران وأكتكت شي فيها الحرس الثوري يقوم ينحط على واقح الإرهاب هيد الحرس بينحط على رأس إكسكيوز مي بلأ إكسكيوز مي بلأ إكسكيوز مي أبو الصوس ما تكتب إنجليزي خي في عقوبات إيرانية عامريكا بلكن طلنا هلأ حكيه عربي طعمرك إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى